وللمتابعة ينضم إلينا من تونس الكاتب الصحفي الليبي محمود المصر سيد محمود إلى أي مدى يمكن للرباط أن تنجح فيما فشلت فيه عواصم أخرى مساء الخير تحية لك ولكل مشاهدينك حقيقة هناك العديد من القراءات هناك من يقول بأن تحقيق اتفاق ليبي ليبي بعيدا عن الأمم المتحدة يعد نجاح لكل السياسيين الذين موجودين في المشهد الآن وهناك من يقول بأنه بالعكس البرلمان يمنح لجماعات الإخوان المسلمين مخرج آخر بعد أن تم إخراجهم من الباب يفتح لهم النوافذ ليعودوا مرة أخرى للمشهد السياسي هذا المأزق السياسي الذي موجود فيه ليبيا الآن المسؤول عليه بالدرجة الأولى هي الأمم المتحدة وذلك عبر اتفاق الصخيرات المعيب والذي تحدثنا عنه مرارا وتكرارا وقلنا بأن هذا الاتفاق لن يصمد وبأنه اتفاق معيب ويجب تعديله قبل التوقيع عليه ولكن المجتمع الدولي كان حريص على أن يظهر أمام العالم بأنه يحقق شيء من المصالحة في ليبيا وأنجز اتفاق سياسي بين الليبيين ولكن للأسف هذا الاتفاق لم يصمد خلال ثلاثة أشهر الأولى سقط الاتفاق وجاء غسان سلامة يبحث عن تعديلات جديدة الآن تغير المشهد لدى مجلس الدولة إسقاط عبد الرحمن السويحلي وصعود خارد المشري الآن وهو الوجه الإخواني المرن والذي يبحث دائما عن مصالحات ربما في إطار تقديم التنازلات التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين قد يقود الحوار الآن موجود في المغرب إلى بعض الانفراج في الأزمة السياسية ولكن في هذه النقطة هل هي التنازلات من جماعة الإخوان أم من السيد عقيل صالح الذي كان له مواقف معلنة من هذه الجماعة ليس عقيل صالح فقط كل ليبيين لديهم مواقف معلنة من هذه الجماعة هذه الجماعة عبر تاريخ مع ليبيين سياسيا من 2011 إلى غاية الآن أتبتت بأنها جماعة غير منضبطة ولا يمكن أن تستمر في عهودها دائما تنقض وعودها من اتفاق مخرجات فبراير في 2014 أطلقت حرب وشنت حرب على البرلمان وسمتها حرب فجر ليبيا كل الذين موجودين الآن في المشهد من الطرف المقابل سواء من النواب المقاطعين أو من عضاء جماعة كخوة المسلمين كانوا لا يؤمنون بالبرلمان ويعتبرونه برلمان غير شرعي مع أنهم شاركوا في انتخاباته وارتضوا النتائجه ولكن حقيقة ما زال الشك بالكثير من الليبيين هناك رأي متطرف لدى الليبيين يجب أن لا يكون لهذه الجماعة أي مشاركة سياسية في المشهد المقبل مهما كانت التسوية ومهما كانت الشكل هناك من يعتقد أن هؤلاء المكان الوحيد فقط لهم هو المنافق والسجون لا يمكن إعادة إشراكهم في العملية السياسية مرة أخرى ولكن إلى أي مدى ما يحدث في الرباط هو تحالفات سياسية جديدة نعم قد تكون تحالفات ضد فايز السراج والمجلس الرئاسي الحالي الذي هو حقيقة مستفيد من الأزمة والانسداد السياسي الموجودين الآن في طرابلس مستفيدين بشكل كبير جدا من الانسداد السياسي اللي حاصل هؤلاء يتربعون على خزائن الدولة وعلى الوظائف وعلى المناصب وبالتالي ربما يكون هؤلاء كبش فداء وتتفق المصالح مع جماعة الخوان المسلمين بين مجلس الأعلى للدولة والمجلس النواب ويتم سطاط فايز السراج والمجلس الرئاسي وربما تشكيل مجلس رئاسي جديد تولاتي يضمن بعض الشخصيات أعتقد تمر اتفاق عليها مسبقا أعتقد وأنا معك الآن على الهواء بدأت الجنسة الأولى فعليا الآن في المغرب بين الطرفين بشكل مباشر ماذا يرشح عن هذه الجلسة ما قد يتم اتفاق عليه هذا ما سنعرفه خلال الساعات القادمة ولكن على الأرجح اتفاق حول أهم نقطة وهي السبع الوظائف السيادية ومن ضمنها محافظ مصرفيب المركزي إذا تم الاتفاق على توزيع هذه السبع الوظائف أو المناصب السيادية فأعتقد أن كل الخلافات الأخرى بإمكانها الزوال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر